التقل أستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال كهرباء الجنوب والسمع الكثيري من رئيس النقابة وعضائها إلى لمحة عامة عن النقاب ونشاطها على مستوى المحافظات الجنوب وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها وجهدها للدفاع عن قضايا العاملين وحقوق عمال مؤسسة الكهرباء مؤكدا أن المجلس الانتقالي يعطي أهمية قصوى للعمل النقابي والحفاظ على حقوق العمالة كما أشار إلى الدور الفاعل والمستمر للدائرة الجماهيرية بالعاصمة بالأمانة العامة كما أشار إلى الدور الفاعل والمستمر للدائرة الجماهيرية بالأمانة العامة لهيت رئيس المجلس الانتقال في دعم العمل النقابي الجنوبي ودعم الإطار المؤسسي لها ومشيدا بالجهد العظيم التي بدلتها قيادة نقابة الكهرباء في نيل الاعتراف الدولي بالنقابة والذي من شان تحقيق مزيد من النجاحات على كافة الأصعيدة